اشتركوا في القناة بالتقرير سنعود الى مدوانات التاريخ وسجلات البطولات بعد حوالي خمسين سنة فقط على تأسيسه اباء يكمل القرن العشرين كثالث افضل فريق في القارة السمراء هو المعطى الذي جعل اسم الرجاء البيضاوي يقترن بالتحدي فمع كل قفزة زمنية اركض النظرية حتى فتح باب العالمية على نفراعيه للكرة العربية الرجاء موليد الثاني والعشرين من مارس عام الف وتسعمائة وتسعة واربعين ليكون من برج الحمل وفي ذلك العالم يقال ان شخصية البرج يمتزج فيها التحدي مع المصابرة وهما صفتان التي لازمت نسيرة الفريق منذ نعومة اطفاره عندما اشترد عود الياسع البيضاوي واصبح في سن الخامسة والعشرين توجى باول القابه الا وهي كأس العرش في عام اربعة وسبعين من القرن الماضي وهي واحدة من بين سبع كؤث وقبل ختام عقده الرابع جاء الاحتفال بفاتحة دوريات محلية عام ثمانية وثمانين وليتوج بعدها بعشر بطولات في مدة زمنية قاربت ربع قرن ولان التحدي سيمته الرئيسية كان لابد لهذا الشيخ البيضاوي ان تكون عمامته مرصعة بمجوهرات القارة فكان له ما اراد وفز بلقب دور الابطال في ثلاث مناسبات وارد صهاب تتويجا في كأس الاتحاد لائحة الالقاب والامجاد لا تزال طويلة وقصص الفانتازيا الرجاوية صنعها مصارعون اشدة فاسمعنا على غرار طلال القرقوري بوشعيب الامباركي ومصطفى الشذلي ليس باللعب الثاني عشر وانما كان الاول فقد زينت لوحاته ملعبي اجدير ومراكش منذ البداية وابهر الجميع بعدما دفع بناديه للوصول الى انجاز تاريخي انه الجمهور الرجاوي انهم الجراد لكثرتهم وللونهم الاخضر الذي يكتفح المدرجات هكذا لقبوهم الجماهير الرجاوية كانت سباقة للعالمية منذ سنوات فهي التي نافست اعرق واقوى جماهير المعمورة فيما يعرف المغرب بالتيفو او الدخل في شمال افريقيا لوحات زاهية فوق المدرجات لطالما كانت سرا لا يستمتع بمذاقه الا من يتحول لمتابعة الرجا في معقيله محمد الخامس وقد يتحصل في صورة الهزيمة لكن عزاؤه الوحيد هو ما صنعه ابناء الكورفاسو كم هي عديدة لتلك اللوحات الفسيسسائية التي نسجتها المجموعات الرجاوية ومع كل تيفو حكاية عشقا للنادي اصبحت تدون في الذاكرة كما تحفظ الالقاب في سجلات الفريق مونديال الانديا كان فرصة كبيرة لتلك الجماهير لتثبت للعالم بانها ماركة مسجلة وانها ليست صوتا وصورة فقط بل هي اللعب رقم واحد وراء انجازات فريقها فهدت بالالاف الى جنوب المغرب واطفت اجواء من البهجة والفرحة في مدينتي اغادير ومراكش لتزيد من سحرهما جرين بولز اولترا ايجلز جرين جلادياتور البراج يعرفهم ويعشق رسماتهم ولمساتهم انهم الفناتيك انهم مختلفون لكنهم متحدون في حب الشعار النصر الاخضر وهو الوقود الذي جعل من اعمالهم تصنف في العديد من المناسبات ضمن احسن اللوحات العالمية تشكروا لتلك الجماهير التي عيشتنا الحل في ابها دينة ولتغني رجع دنا تشكروا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة